موسيقى موجز الأخبار أهلا بكم أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن الحكومة الجزائرية لازالت تتابع باهتمام بارغة طورات قضية وفاة الشاب نائل الذي لاقا حدفه برصاص عون الشرطة في إشارة مرورية وأوضحت الوزارة أنها علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة معربة عن خالص تعازها لأساة الفقيد التي تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها وجاء في البيان أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن حكومة الفرنسية ستطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من مطلق حرصها على الهدوء والأمن الذين يجب أن يتمتع بهم مواطنون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به موسيقى 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 اشتركوا في القناة من جهتها أعربت العديد من التشكيلات السياسية في الجزائر عن إدانتها والسنكارها لمقتل الشاب نائل للأصول الجزائرية بنانتير في فرنسا على يد عناصر الشرطة الفرنسية في عملية تفتيش وأكد حزب جبهة تحرير الوطني أن هذه المأساة الوحشية تعبر عن مدى استهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر متسائلا عن المبررات التي تم على أساسها إطلاق النار على هذا الشاب الجزائري واغتياله بكل برودة أعصاب وسجلت حركة البناء في بيان لها عن تضامنها الكامل مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا عقب الحادث المروع لإطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية في تدخل غريب ومثير للجدل أدى إلى مقتل الضحية في فاجعة جديدة تضاف إلى المآسي والمعاناة التي اتعرض لها معبرة عن القلق الكبير وتداعيات هذه الحوادث مستقبلا بحسب تجمع أمل الجزائر عن صدمته في وفاة شاب من أصول الجزائرية في مقتبل العمر وبالك على أياد الشرطة الفرنسية في حادث مأساوي ومستفز ينتهك حقوق حياة جريتنا في المهجر معلنا دعمه لكل الجهود الصادقة في كشف ملابسة الحادث المؤسف وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار ومن جهتها نددت حركة النهضة بهذا التصرف العنصري المتطرف الذي طال الشاب المغدور به مطالبة بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسة هذا الفعل الشانية في حين أن السلطات الفرنسية نشرت صباحة اليوم 45 ألف شرطي ومركبات مدرعة موزعين عبر المدن الكبرى بعد تعرضها لأعمال شغب لليلة رابعة على التوالي ما أثار ثورة غضب خاصة في مارسيليا ليون للباريس وغيرها وحسب الداخلية الفرنسية فقد تم إيقاف 994 شخصا خلال ليلة رابعة ومع توصول الاحتجاجات ومع استمرار التحقيقات نتمنى أن تتحقق العدالة رحم الله نائل وألهم ذويه الصبر والسلوان نهاية الموجز السلام عليكم اشتركوا في القناة